هنا في العاجلة ظاهر أسفل الشاشة مصالح الشرطة تعتقل إذن رجل الأعمال علي حداد علي حداد أوقف إذن بموجب أمر بمنع مغادرة التراب الوطني هذا وكان علي حداد يهم بمغادرة التراب الوطني ليلا عبر الحدود مع تونس ويوجد رجل الأعمال علي حداد حاليا رهن التحقيق وقد يحول إلى الجزائر العاصمة لتذكير السلطات الأمنية منعت شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة الجزائر وتعد هذه الإجراءات التحفظية التي تم إقرارها تحسبا لتطورات الوضع في الجزائر وذكروا مشاهدين الأكارم بالعاجل الظاهر أسفل الشاشة مرة أخرى مصالح الشرطة تعتقل إذن رجل الأعمال علي حداد الذي أوقف بموجب أمر بمنع مغادرة التراب الوطنية رجل الأعمال المعروف علي حداد كان سيغادر الجزائر ليلا عبر الحدود مع تونس ويوجد حاليا رهن التحقيق وقد يحول إلى الجزائر العاصمة السلطات الأمنية في البلد كانت قد منعت شخصيات سامية ورجال أعمال ورجال أعمال من مغادرة الجزائر وتعد هذه الإجراءات التحفظية إذن تحسبا لتطورات الوضع في الجزائر إذن مصادر عليمة أسرت لتلفزيون النهار أن شرطة الحدود بالمعبر الحدودي ما بين الجزائر وتونس بالضبط أم طبول في ولاية الطارف قد اعتقلت رجل الأعمال علي حداد الذي يتواجد إذن بحوزة الشرطة لحد الآن أقف بموجب أمر بمنع مغادرة تراب الوطنية علي حداد الذي كان سيغادر الجزائر باتجاه تونس عبر الحدود هو حاليا رهن التحقيق وقد يحول في ساعات المقبلة أو خلال ساعات إلى العاصمة السلطات منعت كذلك شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة البلد وتعد هذه الإجراءات التحفظية التي تم إقرارها تحسبا للأوضاع في الجزائر إذن الأخبار تتوالى كذلك بعد لحظات عدد من المعلومات بحوزتنا أنه تم توقيف كذلك صحف وكالة رويترز في الجزائر تونسي الجنسية بعد أن أدلى بمعلومات خاطئة تخص الحراكة الشعبي الجمعة الماضية كما نقرأ في العاجلة الظاهر أسفل الشاشة إجراءات تحفظية تقرر التحسب لتطورات الوضع في الجزائر مدير مكتب رويترز بالجزائر سلطات الجزائرية رحلته بعد إيقافه الأمر يتعلق بالصحفية تونسي طارق عمارة الذي كان وراء بث معلومات كاذبة الجمعة الماضية والذي تحدث عن استعمال مصالح الأمن للقوة في مواجهة المتظاهرين وسط الجزائر العاصمة هي المعلومات التي كذبتها مصالح الأمن في بيان لها وتم توقيف الصحفي التونسي وتم ترحيله إلى تونس والأمر يعني مدير مكتب رويترز الذي رحل إلى تونس نعيد ونذكر بالعاجلة الظاهر أسفل الشاشة كما تقرؤون مشاهدين الأكارم مصالح الشرطة وبالضبط مصالح شرطة الحدود بالمعبر الحدودية البري ومطبول في ولاية الطارف أوقفت رجل الأعمال علي حداد وذلك بموجب أمر بمنع مغادرة التراب الوطنية علي حداد نذكر أنه كان سيغادر الجزائر ليلا عبر الحدود مع تونس وهو يوجد حاليا رهن التحقيق وقد يحول إلى العاصمة خلال الساعات المقبلة وجاء توقيف رجل الأعمال علي حداد بعد قرارات من السلطات الأمنية للبلد التي منعت شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة الجزائر وتعد هذه الإجراءات التحفظية التي تم إقرارها تزامناً وتحسباً لتطورات الأوضاع في الجزائر خلال الساعة الأخيرة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر